أول حاجة معي لتر من الحليب كامل الدسم لص كوبية من السكر السكر حسب الرغبة معلقتين كبار من الدقيل معلقتين كبار من النشا هقلب كل مكونات دي على البارد الأول بعد كده هرفعها على النار كده رفعت الكريمة بتاعتي على النار مع التقليب المستمر ونزل ايدي لحد قرر الكسرولة اللي معي علشان ما تشتش مني كده الكريمة بتاعتي ابتدت تتكاسف معي هحط معلقة كبيرة مليانة من الزبدة واخر حاجة معلقة صغيرة من الفانيليا كده خلاص هطفي على الكريمة بتاعتي دلوقتي هنزل بالكريمة بتاعتي بولا علشان تبرد معي أسرع بسهولة أكتر وعلشان الوش بتاعي ما ينشفش معي ببلاستيك راب كده هنغطي السطح هنزل بالبلاستيك راب على السطح على طول واسيبها تبرد بدرجة حرارة المطبخ الكريمة بتاعتي بعد ما بردت معي بالشكل ده كده هبتدي اخفقها بالمضرب الكهربائي سوف أدخل فيها هوا وتكون نعمة معي دلوقتي القوام بتاعي بقى كريمة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده معي بقى كريمة مخفوكة طبعا كلنا عارفين الكريمة بتتخفق ازاي عادي جدا هقلب بقى الكريمة مع البودنج او المهلبية بتاعتي عايز اقول لكم القوام بقى بيبقى خطير والطعم بيبقى يجنن دلوقتي بقى نغرف البودنج بتاعتنا او الكريمة او المهلبية يعني زي ما تسموها بس بجد طعمها خطير جدا ونغرفها زي ما نحب في بولاد صغيرة او بولا كبيرة المتاح عندنا وطبعا الكريمة دي ممكن نعملها شوكولاتة يبقى طعمها حلوة قوي او نحط نص الكريمة بيضة ونزيح شوية شوكولاتة او يكون عندنا اي سوس شوكولاتة نزوده على نفس الكريمة هيا هيا ونعمل نص البولا ابيض والنص التاني بني ده طبعا حسب الرغبة وزي ما احنا بنحب او زي ما ولدنا بحبه كده بقى معي سوس شوكولاتة وده اختياري بس طبعا كل الحاجات دي بتدي طعم حلوة جدا ممكن لحد الطبقة بتاعت البودنج الابيض وكده وخلاص ولكن طبعا لكل عشاء الشوكولاتة بتدي كل حاجة طعم خطير بالشكل ده كده دلوقتي الحالة بتاعنا نحطه في التلاجة على الاقل ساعة دلوقتي الحالة بتاعنا بقى جاهز معانا انا طبعا مش صبر عليه قوي زي ما انتم متخيلين انا بجد الولاد مستعجلين جدا عايزين يكلوه بسرعة بس انتم شايفين قد ايه بقى كريمي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بجد الطعم واهمي يارب وصفة النهاردة تكون عجبتكم واللي جرب الوصف وتعجبه ياريت سيب لي رائف كومنت واللي عجب الفيديو يعمل لايك سلام